السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم السعادة دائما ونظرا لأن بلادنا لا مستقبل لها فإننا نريد أن نهاجر نظرا لأن معظم الدول الأوروبية قد أغلقت سفاراتها وكنصلياتها في اليمن بسبب ظروف الحرب فمن الصعب التقديم للحصول على تأشيرة شنغن من داخل اليمن بشكل عام يجب على المتقدمين اليمنيين للحصول على تأشيرة شنغن التقديم من خارج اليمن من أحدى الدول الأخرى غير اليمن إذا كنت تسعى إلى التقديم للحصول على تأشيرة شنغن من اليمن فمن المرجح أن تضطر إلى السفر إلى بلد آخر من أجل القيام بذلك على سبيل المثال لا يمكن للمتقدمين الحصول على تأشيرات شنغن فرنسا من اليمن في الوقت الحالي من داخل اليمن وإنما عوضا عن ذلك يجب عليهم التقديم من خلال السفارة الفرنسية سواء تلك الموجودة في جيبوتي أو في السعودية أو في مصر وبالمثل لا يمكن للمتقدمين اليمنيين للحصول على تأشيرات شنغن من ألمانيا أن يقوموا بالتقديم من اليمن وإنما بدلا من ذلك يجب عليهم التقديم من خلال أحد الأماكن التالية السفارة الألمانية في أبوظب أو السفارة الألمانية في مسقط أو مركز طلبات التأشيرة التابعة لألمانيا في القاهرة أو السفارة الألمانية في عمان أو السفارة الألمانية في السعودية ونظرا لأن مواطنين اليمنيين لا يتمتعون بإمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن فإن اليمنيين الذين يسعون إلى السفر إلى أوروبا سيحتاجون إلى تأشيرة لدخول معظم البلدان هناك بما في ذلك أي دولة من الدولة 26 الأعضاء في منطقة شنغن المواطن اليمني الذي يتقدم لطلب تأشيرة شنغن وينجح في الحصول عليها سوف يكون بإمكانها الدخول والإقامة في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما كيفية التقديم للحصول على تأشيرة شنغن لمواطني اليمن الخطوة الأولى للتقديم هو أنه يجب عليك تحديد دولة شنغن التي ينبغي عليك أن تقدم طلبك من خلالها إثنين حدد موقع السفارة أو القنصلية الموجودة خارج اليمن لذلك البلد والتي تتولى معالجة طلبات تأشيرة شنغن لليمنيين اختر السفارة أو القنصلية الأنسب لك وتأكد من أنها تستقبل طلبات تأشيرة شنغن لليمنيين سافر إلى ذلك البلد لبدء عملية لتقديم الطلب حدد موعدا في السفارة أو القنصلية أو مركز تقديم طلبات التأشيرة المسؤول عن معالجة طلب تأشيرة شنغن للبلدان التي اخترتها استكمل المستندات المطلوبة قدم طلبك للحصول على تأشيرة شنغن إلكترونيا عبر الإنترنت اعتمادا على البلد الذي تقدم الطلب من خلاله قد تتمكن من تقديم نموذج الطلب الموحد لتأشيرة شنغن والمتاح عبر هذا الرابط الذي سأضعه لكم في صنطوق الوصف وقد يطلب منك بدلا من ذلك أن تقوم بالتقديم من خلال البوابة الإلكترونية للتأشيرات الخاصة بالبلد التي تقدم طلبك إليه ينبغي عليك الحضور شخصيا في السفارة أو القنصلية أو مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلبك ومعلوماتك البيومترية مثل بصمة الأسبع أو بصمة العين والحضور للمقابلة الشخصية ما هي أسئلة المقابلة الشخصية للتأشير السياحية؟ سوف يسألونك أسئلة مثل أين ولدت في اليمن؟ أين تعمل؟ وكم يبلغ راتبك؟ ماذا يعمل والدك؟ هل أنت متزوج؟ هل لديك أطفال؟ ما هو غرضك من السفر في منطقة شنغن؟ لماذا تريد السفر إلى منطقة شنغن؟ ما هي الأنشطة السياحة التي تنوي القيام بها في البلاد التي ستسافر إليها؟ كيف ستتحمل تكلفة كل ما تريد القيام به في البلاد التي ستسافر إليها؟ ما الذي تريد رؤيتها أو القيام به على وجه التحديد في البلاد التي ستسافر إليها؟ هل أنت عضو حاليا أو هل سبق لك الانضمام إلى منظمة إرهابية؟ هل لديك أصدقاء أو عائلة في البلاد اللي ستسافر إليها هل تعرف إلى أين يمكنك السفر بتأشيرة شنغن الخاصة بك لماذا تحتاج إلى قضاء كل تلك المدة الطويلة في منطقة شنغن من خلال طرح هذه الأسألة عليك تحاول السلطات القنصلية للدولة التي تسعى للحصول على تأشيرتها التحقق مما يلي ما إذا كنت مسافرا بالفعل كسائح يمني أم أن لديك في الواقع غرضا آخر لطلب التأشير هذه ما إذا كنت وأيضا ما إذا كنت تستطيع تحمل تكاليف رحلتك أم لا وأيضا ما إذا كنت ستغادر البلد قبل انتهاء صلاحية تأشيرتك وأيضا ما إذا كنت ستحاول طلب اللجوء في إحدى دول شنغن وأيضا ما إذا كنت ستشكل خطرا أمنيا على منطقة شنغن أثناء ردك على الأسئلة أعلى سعيا للحصول على تأشيرة سياحة من اليمن ينبغي أن تحرص على إثبات نفسك كشخص لديه أسباب وجيها للعودة إلى اليمن مثل وجود أسرة وجود مشروع كبير وجود مال كثير داخل البلد ووظيفة مرموقة التزامات أكاديمية وما إلى ذلك وبصفتك مواطنا يمنية ينبغي أن تكون لديك أسباب محددة للغاية وذات مصطاقية لرغبتك في السفر للسياحة لذا تأكد من أن لديك معلومات محددة ومنفصلة عما تريد مشاهدته في منطقة شنغن لماذا؟ رسوم تأشيرة شنغن بالنسبة للمواطنين اليمنيين هي 80 يورو وسوف أقوم بوضع رابط للحصول للمعلومات وافية حول رسوم تأشيرة شنغن ما هي متطلبات تأشيرة شنغن لليمنيين؟ جواز سفر، صور جواز سفر، رسوم تأشيرة، إثبات إقامة، إثبات أملاكك المالية على إعانة نفسك إثبات التأمين الطبي للسفر بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلى يجب على المتقدمين الحصول على تأشيرة شنغن أيضا تقديم عدد من المستندات التكميلية الأخرى اعتمادا على نوع التأشيرة هذا كل ما لدي في هذا اليوم وأتمنى لكم السلامة والتوفيق والنجاح وأتمنى لكم مستقبل باهر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته